تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد من حجز 3.5 أطنان من مخدر الشيرة على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع فضلا عن توقيف شخصين من بينهما سيدة وذلك للاشتباه في تورطهما في هذه القضية وذكر بلغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف الشاحنة التي كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة بمحطة الأداء للطريق السيارة طمليل بضواحي مدينة الدار البيضاء حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط 106 رزم بلغ وزنها الإجمالي 3 أطنان و500 كيلو جرام من المخدرات المعبئة بشكل محكم ضمن شحنة من المنتوجات العلفية فضلا عن توقيف سائق الشاحنة ومرافقته وهما معا من دوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات وأضاف البلاغ أن المشتبى فيهما تم الاحتفاظ بهما تحت تدبيره الحراسة النظرية ورهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بينما لا زالت عمليات البحث والتحري جارية لتوقيف باقي المتورطين الرئيسيين وكدى المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية